السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنتك ديرين لبس عليكم كنتمنى لكل يكون بخير في أحسن حال وأموركم طيبة اليوم إن شاء الله هنحضروا مع بعض محين نشات فران أول حاجة هنبدو بها هي العجينة العجينة ديلة المسمن ليش حاجة معروفة وكتعرفوها عندي رابعة تاعت الفورس ورابعة تاعت الفينو شوية ديال السكر والملحة كيف كتعرفو العجينة المسمن خاص هات تدلك هندلكوها بما فيه الكفاية ومن بعد نخليها ترتاح وللحشو خديت رس على البصلة قطعت وجناوح وشحرتو في الزيت الجبير الخرقوم القرفة والملح من بعد المعدنوس والطون وكتكون الحشوة عندي وجدات ونخليها تبرد عاد نبدأ نوجد في الزيت وهنا وجدت المسمنات خليطهم يرتاحو وكنقعد في الخالط اللي غير نورق به هاد الخالط انا دارت فيه الزيت وثلاثة الفرماجات تحميره الخرقوم والملحة تقريبا نفس المقادر اللي درنا في الحشو باش يجيوا الوريق المحنشت العجينة تأخذ البنة وتجيب نينا كنورق العجينة كيف كتشوفو على الطول ناخد كمية تاع الحشو ونوزعها بشكل متساوي فوق العجين ننسي تمدهنش بالخالط تاع التوراق نلف العجينة بشكل طولي ونبرمها بالطريقة الكلاسيكية اللي كنعرفو كلنا ونزين بحبة ديال الزيتون أسود من الفوق نكمل الخالط باش توضح لنا الفكرة البنة اللي ورقوا العجينة مزيان قد ما ورقنا قد جي مقرمشة وبنينا وحاجة أخرى من الأفضل الحشو اللي تيكون عندنا نوزعوه على عدد الحبات بالتساوي قبل نقسموه وذلك الخالط الحشو نقسموه على عدد الحبات يلي جينا اللي عندنا باش العمارات تكون عندنا متساوية ما تكونش وحدة عامرة ووحدة خاوية أنا ما درتي صراحة قالوا ولكننا وقعت في هذه المشكلة للأخرين ما كانوا ناقصين في الحشو هادي زينتها بطرف الفلفلا حمراء إذا نكمل الحبات بالمسمنة اللي عندي بنفس الطريقة ونورقهم زيان نورق بالخالط اللي عندي اللي درنا ساع الفرماج نوزع نوزع الحشو نلوي لعجينا ونبرمها عاو تاني بشكل عادي ونحط في اللاطة ننتم نسالي والمحين نشات اللي عدنا كاملين هنكون وا مسخنين الفران ندهنو المحين شات من الفوق بالخارج ديال التوراق اللي تبقى لنا ونحطوهم في الفرران ونطلقو من بعد ان شاء الله باش نشوفو الشكل نهائي ديالهم لبنات ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد محتاجة لدعمكم وبصمتكم محين شاتنا واجدين بنان وهشاش مقرمشين من اروع ما يكون شهية طيبة وإلى لقاء جديد كنحبكم في الله مع السلامة اشتركوا في القناة